كما قلت أنه جمال والعباس الحكم اليوم نقول اليوم الحكم على جمال والعباس بست سنوات السجن جمال والعباس المتهم بسرقة الأموال التي يمدوها السعوديين والقطريين والكويدين للجزائر يتصور ووصل الجزائر لأنها تصل درجة تأخذ السداقة من عند والسعودية واللبي والكويت ما يجيني وزيري سرع 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 إذن أدنوا بسنوات السجن قريب دعا ومليون غرابة ولكن لا نحاولوش قشو ونحاولو برقوه من جنحة إساة استغلال وظيفة وإلزامه بدفع الخازنة العمومية ووزاة تضامن مليونين دينار جزائر تضامن مليون والأمر من مصادرة جميع امتلكاتها العقالية والموكلة والأرصدة البنكية بالنقال لك جاءت هذه الأحكام بعد متابعة جميع العباس حاول لك تهمتها شو شو استغلال وظيفة إساءة استغلال وظيفة لك عنده تهمت تهمت فساد تتعلق باختلاص لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمي القويت للجزائر والسعودية لإعانة عائلات ضحايا الإرهاب هذا مرمض ليس 3 سنين يا ابن عبد تتسرق أموال مساعدة جاءت من خارج من وجه العائلات ضحايا الإرهاب الإرهاب لإرهاب أن تم تدرتوها لإرهاب أن تم تدرتوها لإرهاب أن تم تدرتوها يا إساءة يأتي هذا يسرقه بشكل تدريب أن تتسنين وزيدا أنني عنده طوز ما أخرى هي اختلاص أموال عمومية وتبديل أموال عمومية وإساءة استغلال هذا السيد هذا بالمفروض كان يتربوه خمس سنين حبس ومصادر أموال عملاكي وخمس ساعة أموال عملاكي خمس سنين قليل عبد عميره وشوف واحد سرق بورطاب يضربوه خمس سنين أو هذا داري في القانون يسرق بورطاب يضربوه خمس سنين هذا ليس سرق بورطاب هذا السرق الكاس هكاملة هذا السرق الكاس هكاملة فأنا هنا كيف هاش بعد حبوه الشعب يثيق فيكم ويثيق في القاضاء تأتي لي فون دياركم الناس رأي على جالي خرج طب بتدوله مدنية ماشية عسكرية يضربوه خمس سنين حبس الجنرال علي غديري يكتب مقال يقول هاو يجب أن نديره أعطانه هاو يجب أن نديره 4 سنين حبس ما قال في يومية الوقت 4 سنين حبس وهذا السرق أموال صدقوها علينا الكويتين والسعوديين العائلات ضحايا الإرهاب يجي سرقات عطا من 3 سنين هذا هو القرار ديخيه وحكاية كانت تسمع لكي يخرج طيس كي يخرج يكملهم من 3 سنين ماشية وقصي فيه سيدا وخارج قربا قالت فيها هادرة وفيها قانون كي يقول لكم أنا عني دولة العراية ما هي دولة العراية ما هي دولة عصابة عصابة العراية تقوم في بلاد بسرعة أموال 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 يعرش القانون يعفز القانون ويجد يشوف معك ويقول لكم يجب أن يطبق في القانون تسرق أموال تصدق علينا الخصوة الجزائر ولو يصدق علينا السعوديين الكويتين ويجب تسرقهم من دولة ومرة أموال 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 هذه المكناب لديه الثقل أرحم الله أموال جزير الله أكبر ريش 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 شكرا